ماذا بعد أن تخلت السلطة الشرعية عن أدوات القوة التي كانت بيدها؟ أو ماذا بعد أن صوبت السلطة الشرعية آخر رصاصاتها نحو رأسها وأطلقت؟ الإجابة بلسان الناس أن الفاشلين يفقدون تعاطف حتى أقرب المقربين لهم والإجابة بلغة السياسة أن الشرعية ستذهب إلى أي حوار قادم وهي مجردة من كل أدوات الضغط والتفاوض وما يريد الناس سماعه هي الحقيقة للغة التوازنات المنمقة والحقيقة أن هؤلاء الثمانية طال بقاؤهم وزاد خذلانهم وأعطوا للميليشيات الدولة والمقدرات وللناس الفقر والخذلان وقهر الرجال والواجب أن يرحلوا في أول تسوية ويتركوا للشعب حقه بأن يخوض معركته بأدواته الوطنية وإرادته الحرة والمستقلة والتاريخ يقول إن اليمنيين متى ما ركنوا لأنفسهم ينتصرون ومعركة فك الحصار عن صنعاء خير شاهد ودليل فلماذا يقف هؤلاء بين التاريخ وأقداره؟ وإلى متى سيظل هؤلاء يحكمون البلاد بأجندات الخارج ومشاريعه؟ لا بمصلحة اليمنيين الواقع أنه منذ انقلاب الميليشيات في 2014 تم رهن المعركة الوطنية للإقليم واختطفت الإرادة الوطنية لصالح الدور الإقليم والأمم المتحدة وحرم اليمنيون من خوض المعركة بإرادتهم وقرارهم تآمرت السلطة على الشعب وسجلت أسوأ صور الارتهان عبر التاريخ تروي النخبة اليمنية في أحاديثها المخبأة مقولة عن الرئيس هادي وصف الحرب مع الميليشيات بأنها حرب السعودية مع إيران وعليها أن تخوضها خاضت السعودية المعركة بأدواتها وبرؤيتها وبعد عشر سنوات باتت تريد الخروج من مأزق الحرب اليمنية بأي طريقة وذلك ما يريده اليمنيون أن تخرج السعودية وأن يبدأوا في معركتهم بمعادلة جديدة الحوثيون مقابل اليمنيين وهنا ستتجل الإرادة الشعبية التي لا تعرفها السلطة ولا تراهن عليها بل إن بقاء هذه السلطة هو من منح الحوثيين الانتصارات ومكنهم من خنق البلاد وإفقار الناس وتكبير ترجمة نانسي قنقر